رجعنا لكم في الفقرة الثالثة من برنامجنا النهاردة مشغبات عادل وعليق خليني أقول بس إحنا أفدنا الحلقة اللي فاتت بإيه إن إحنا معادنا مع الدكتور عادل لأزواء الجاي نفوض النهوة بيطلع معنا كل 15 يوم ولكن أهمية الحدث وأهمية الأمور والمتجدات اللي حاصرت حولنا الدكتور عادل كان مصمم وحريص إن ييجو معنا وابراك من الدكتور عادل مناسبة بييجي من المنصورة فأنا دي حاجة تحسب له ولازم أشكره على الهواء إنه هو بيجاهلنا مخصوص الحاجة التانية إيه اللي حصل في الفقرة دي أنا أول مبارح لقيت الدكتور عادل من نازل فيديو وبعدين الحوار بتاع الفيديو وحديث الفيديو خلاني أبقى مشتاق جدا فأكلمته دكتور عادل حقيقة حقيقة بتشرفنا قال لأنا كنت جاي من غير التما تقولي دكتور عادل مرزوق أنا عايز أشكرك وصباح الفوال اللي عليك صباح الأنوار دكتور عادل مرزوق استشاري الترمية الزاتية والأدلاء في العموم وفي البرنامج بتاعنا تسلم يا بقى قصة الاكتئاب والفيديو والفيديو بتاعك ده عمل ألمان جدا عايزيني السادة مش هادين بس يعيشوا معنا للقصة بقى تمام هو بس أنا في الفيديو ديتها عنوان كده يعمل attention's كده أو جذب انتباه قلت فيه إن المنتحر مش كافر طبعا أنا مش مفتي يعني أنا مش بتكلم من ناحية الدينية عملت شوية تفاعل كده والناس دخلت شافت إيه اللي بيتقال في الفيديو هي الفكرة ببساطة خالص إن بعد الحادثة الأخيرة لا بس إنت كمان في الفيديو كنت من attention كنت بتكلم بحدة مش عادلين كده آه صح كده دايما مبتسم بس الفيديو ده اللي حقيقين مبتسم صح كده بمحوظة صح ده حقيقة طبعا كانت الفكرة شوية إن أنا متأثر بالحالة اللي حصلت وبردت فعلنا كمجتمع لأن هي الفكرة الأساسية اللي أنا كنت مصدرها في الفيديو إن بعد الحادثة الأخيرة بتاع طالب هندسة كان المجتمع آآ منقسم نصين على السوشيال ميديو أقول لك مفاجأة آآ وكان تالي ومكان فيها حادثة في متر الأنفاق بهم آآ متر الأنفاق وبعد كده في حادثة تانية في أسوان من علاج كبري في أسوان كان شاب برضو وفي حادثة تانية حط راسه تحت القضيب بتاع القطر هم كلهم رجاء؟ آآ أغلبهم آآ شبا يا هتلاقى ستات هي السب مش بتدرورة كده مش بتشغل فالفكرة ببساطة خالص إن السوشيال ميديا كانت مقسومة نصين نص بيكفر الفعل ويكفر الفاعل يعني الفكرة إن ده كافر وشخص مينفعش اللي بيعمله واللي انتحار كفر والكلام ده كله والنص التاني بيترحم عليه يعني الله يرحمه وإنتوا وجماعة مش مقدرين الضغط النفسي اللي ممكن الواحد يكون فيه وممكن يصل لحالة من حالات الاكتئاب بالمناسبة أنا ما كنتش مقايد الاتجاهين أصلي لأن الاتجاه الأولاني ده لو وصل لإحساس الشباب الصغير اللي هو في سن أغلب المنتحرين ودي على فكرة تدلنا كده ألارمة أو إشارة ليه الموضوع نزل للسن ده السن ده شاف إيه لسه في ضغوط الحياة عشان يفكر إنه هو ينتحر أو يخلص من حياته بالقلية الصعبة دي فالجزء الأولاني اللي هو دايما قاعد بيقول لأ ده كفر والكلام ده كله نوع من أنواع أنه بيبعد بيزود الجاب أو الفجوة بينه بين ربنا لأنك لما تروح لواحد في حالة اكتئاب مزمن وبيفكر إنه يخلص من حياته أنتحر وتقوله كمان ربنا حزبك وإنت كافر فخلاص مش مستهل زوت الطين زوت الطين بل زي ما حركته الجانب الثاني بقى هو الجانب اللي قاعد يترحم عليه المشكلة أن أنا مقدر إحساسك بس أنت بررت للشباب الفعل ما هنا النهاردة بعد ما نشوف حالة الترحم الكبير اللي حصلت على السوشيال ميديا دي لو أنا كمان مكتائب وبفكر في الانتحار زيه بس كنت متردد ما ده يدفعني إن أنا انتحر أنا كمان مع هي الفكرة دلوقتي بقت سهلة الموضوع دلوقتي بقت الناس كتير لا 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 محمد تقاتي الكاميرا عليا هعمل حالة غريبة هو فيه مرأة وراءة أصلا انت بتقول دايماً إن أنا بكتبه أنا كاتب بالسوشيال ميديا وممكن الأوليس ده أو إن احنا بالنزل على السوشيال ميديا ممكن تخلي لي بفكر انتحر يا انتحر صح أو الناس كاتب على حال إنه السوشيال ميديا ولذلك أنا دايماً بركز لو حراك ملاحظ حتى عندي على الفيسبوك بعد كل بوست بكتبه بالتبعية أنا لو شاب صغير عند 17 سنة 18 سنة وبفكر في الانتحار ولقيت كمية ناس بتبرر المنقف بتاعه وبتقدر الحالة النفسية اللي كان فيها فبالتبعية هم برروا الفاعل مش الفاعل احنا فعلاً ممكن نبرر الفاعل الله أعلم أنا مش عارف أنا لو كنت تحطيت في نفس ظروفه كنت فكرت وخدت الخطوة دي ولا لا ولذلك أنا دايماً بقول أوعد تحكم عن اللي قدامك يعني بلاش أحكام بلاش نلقي أحكام جوزفية ولكن دا مش معناه اللي هو الفتي تمام بنفتع من على بطا يا الله عني فما جيش بقى ما جيش أبرر دا لأن فيه فرق كبير جداً بين الدافع والمبرر طبعاً يعني أنا لما فيه دافع دافعك لهذا السلوك ولكن الدافع دا لا يرتقل لقيمي أو مبادئي أو معتقداتي أو أفكاري فبالتبعية أنا أرفض هذا الدافع ولكن أحترم كل دوافع البشر هو ما أصبحش مبرر مبرر يعني أنا مقتنع أن طالما حصل دا يبقى لازم يعمل دا طالما دخلت في حالة اكتئاب يبقى لازم تنتح أنت كده بتبرر إنما الفكرة لا ممكن فعلاً الاكتئاب يوصل لحالة الانتحار أصبح دا دافع وأنا أحترم دوافع البشر ولكن مبررش أنه ممكن يوصل للحدث دا وده كانت الأزمة والمشكلة وده كان الفكرة اللي أنا بعملها من وراء الفيديو يعني كان هدفي إن أنا لا عايزك تترحم ولا عايزك تنتقد وتكفره أنا عايزك تترحم على الشخص كشخص بينك وبين ذاتك وفي نفس الوقت تقول يا جماعة إن الفعل دا فعل مشين لأن مشكلة الانتحار أي زنب ممكن تعمله في الدنيا في سنة رجعة يعني يعني ممكن ترجع تاني اللي غفور الرحيم يعني ممكن ما وقتل تسعة وتسعين نفس ورجع وتاب إنما أنت وكأنك قلت الربنا لا أنا مش عايز أرجع أنت مديتش فرصة حتى إنك ترجع ما فيش فرصة دقايق في حياتك لسه تكفر عن زنب أنت عملته فهو الزنب اللي ما فيش بعده توبة يعني هي دي دي أزمة المشكلة إنك وكأنك برضو قلت الربنا ودون قصد منك إن يا ربنا أنا مش شايف لها حل وأنا مش واثق إنك هتحلها أنت عارف سبب المشكلة من الواضح سبب المشكلة مش في الشخص المريض بالإجتئاب سبب المشكلة في الناس اللي بتحلين بالشخص المريض بالإجتئاب ده حقيقا هم عندهم اكسجاريتة أو هم داي من المتطرفين فرضيد أفعالهم حتى ده كان ردي فعل الناس ناس بتترحم وناس بتكفر صحيح فإذا هنا حقيقة دور مهم جدا دور البيئة المحيطة بالإنسان مريض الإجتئاب طب خليني أنا هنا فيه سؤال جيه على بالي طيب الوقاية خيره من الألك كلام سليم جدا عايزين بقى النهاردة إيه الحاجات اللي احنا نعملها نفسيا علشان اللي بفكر يخش في دور الاجتاب ما يخش في دور الاجتاب جميل هو أنا عجبني جميل والله عليك آخر جميل والله عليك وكل حاجة آخر جزء في السؤال انت قلته ده اللي عجبني إن الحقه قبل ما يدخل في الاجتئاب تمام لإن إحنا برضو لازم نفرق ما بين اجتئاب وكئابة لإنه برضو من ضمن الحياة اللي موجودة عن السوشيال ميديا إنه الناس كتير جدا دلوقتي يقول لك أنا حاسس باكتئاب اللي هو عارف أي مثلا متعكنل متضايق عنده مشكلة في شغله متخانق مع مراته هي جوزة منكن عليها شوية في مشكلة حصلت مادية فيه أزمة مادية فيه كلاش حصل في الشغل في الآخر يقول لك أنا مكتئب يا سيدي اللي اجتئاب ده حياة كبيرة يعني أنت صنفت نفسك أنه أنت عندك اضطراب نفسي كبير اضطرابات النفسية والأمراض النفسية زي الزهان أو زي الطرابات النفسية زي النرجسية أو السايكوباتية أو البرانوية أنت بتتكلم في أمراض ضخمة وكبيرة أنت أصلاً أنتش عارف الفرق بين المرض والاضطراب فأنت مردت نفسك كده وخلاص أنا بقيت مكتئب لا أنت بتمر بحالة كآبة لأن المكتئب ده بينعزل تماماً على الحياة بيقعب بمعدل من أسبوعين لثلاث أسابيع أقل واجب واحد وعشرين يوم عايز أقول لك أنه ممكن ما يستحملش يعني هو مش ما يتعاملش مع بشر أو زوجته كويسة بس مش قادر يتكلم معه الشغل بتاعه ممكن يكون كويس بس هو مش قادر ينزل مش عايز يروح الشهر فهو في حالة انغلاق تام عن المجتمع مش بيمارس حالياته هو متدايق متدايق دي اسمك متدايق اسمها كآبة بقى ولكن الأزمة أن الكآبة دي فعلاً لو أنا فضلت أركز عليها أكتر وديها أكتر من تفكيري ومن مشاعري بتبدأ تعلى بالتدريج لحد ما فعلاً ممكن تدخلني في دايرة اكتئاب يعني دروني الكآبة دي لو ما تعالجتش صح من الأول هتدخلك في اكتئاب جميل وهو ده اللي يودينا لحيطات الوقاية طبعاً أول غير ما تبقى قدام يعني بلحقها في بدايتها فالفكرة كلها إزاي بقى ألحق الشخص اللي عنده كآبة مش اكتئاب اكتئاب ده ما تحاولش لأنه برضه فيه بوست غريب جداً نازل على سوشيال ميديا كتير بقى من المحاضرين والمدربين وممكن يزعلهم مني رغم أنهم زمله ليه يعني كله منزل بوست اللي هي العلامة الصفرة دي الشارع الصفرة ونقدر أساعدك اللي هو يعني إيه لو أنت بتفكر في الانتحار أنت حياتك تهميني وأنا أقدر أساعدك طب أنت ما تعرفش الفرق في أنواع الاكتئاب ولا زي تعالك واحد بيفكر في الانتحار أنا في مجال التدريب بقى لها 14-15 سنة أقول له لا أنا ما أقدرش أساعدك روح لطبيب نفسي هنا لازم تدخل دوائي يدخل أنا لازم طبيب نفسي يتعامل معاه إيه لا أقدر أساعدك تساعده في إيه هتعامل في إيه أنت ممكن أنت شخصياً تكتائب وتتبنى نظرية الانتحار معاه تروحت وانتحر لتنسهوا يعني ما تقول له معلش أو عادي أنت اللي تكبر الدنيا ربنا عينك آه بس ما أنت مش هتديله حلول عملية وتلاقيه تاني ومش موجود في الحياة مش موجود في الحياة وانت كنت سبب آه تمام فالفكرة كلها ببساطة أن أنا بتكلم مع الناس اللي داخلين في دايرة كآبة مش اكتئاب معلش الكلام كويس فممكن نمد أربع داقة كمان ممكن عشان هو لوقت تخلص ممكن نمد أربع داقة كمان ماشي تمام أوكي فأشكرك على الإكراماني تمام ده هم قالك يا ريت في اللي بيسألك احنا نفساني يقعد لحد بكرة يتكلم يباشي الله يبيرك لك تسلم نهي كل بس عبدها كآبة جميل عبدها كآبة مش اكتئاب بقى عبدها كآبة تمام على الشر المواطعة بس عشان تمام اللي عنده كآبة ده أطلع بفايدة في الآخر تمام أول حاجة المفروض إن أنا أقحم نفسي في معترك الحياة حلو أول يعني مشكلة الحقيقية في بداية الانعزال إن نبدأ انعزل عن المجتمع تمام لا انزل الشغل انزل وانت مكشر انزل وانت متدايق انزل وانت أرفان ومتعكل ومش طيق نفسك تمام بس انزل انزل روح الشغل انزلي اتعاملي مع الناس روح السوق اتكلمي مع اللي حواليك اتعامل مع المجتمع اللي حواليك حتى ولو بالإجبار أو غصب عنك تمام ولكن بشرط الموضوع ده بيجي بالتدريج لأن لو عندي ابن أو عندي أخ أو عندي صديق مقحموش جامد خرجوا عشر دقايق ربع ساعة يخرج معنا يلعب شوية كوتشينا في البيت يعمل مش عارف ايه ويسيبوا يدخل الدايرة بتاعته تاني مش مشكلة بس هاتوا سنة بسنة المرة الجاية تبقى نصف ساعة المرة الجاية اللي بعدها ساعة المرة اللي جاية بعدها خمس ساعات أو وقت تمام ده أول حاجة الحاجة التانية نشغل بهدفه أنا ما شفتش حد عنده مشاكل في حياته بيكتاب وبيتوتر وهو عنده هدف في حياته دايما الإنسان اللي عنده شغف أو passion وهدف هو مشغول به فهو مش فاضي أصلا للتفاهات دي ولا للكلمة دي ولا المعاملة السلبية اللي دايقتني دي الحاجة دي دايما تعمل عليها سكيب كده بيعدي بيعدي لإن إيه هو قدامه هدف وعايز يوصل الله عليك تالت حاجة الفكرة كلها بقى التالتة هي فكرة الفطفضة ولكن الفطفضة هيني ناخد بالنا قوي إن إحنا أوقات بنروح لأهل ثقة مش أهل خبرة ودي مشكلة وقزمة كبيرة طبعا يعني أهل الثقة اللي هو صاحبتي مثلا اللي هو صاحبي صديقي ده الخطورة هيا إنه هي ممكن لما تروح تستشيره أو تروح تستشيره يديك معلومة تزود عندك برافو عليك المشكلة هنا في حاجتين إن غالب الأمر ممكن يزود لك الموضوع يقولك وإنا كمان ما أنا جوزي قارفني ومش عارف إيه فأنت تخرجي جد أخلى بكل كاعة تطلع بكل كاعتين دي أول مشكلة المشكلة التانية إن هي أوقات فعلا تديها رضوط غلط حتى في التربية لأ ده محتاجي الضرب لأ أنت لازم تعمل معاه كذا فممكن تدخلك في مشاكل وتزود لك الأزمة مش تقللها يبقى أهل الخبرة فلروح لأهل الخبرة مش أهل الثقة ناخد بنا من حيط دي أوه وإحنا بنفطفل من ضمن الحاجات التانية برضو هو تغيير البيئة يعني إيه تغيير البيئة أنا لما أععد مع ناس إيجابيين ناس مبتسمين ناس متفائلين ناس بيفكروا بصورة إيجابية بصورة عملية في حياتهم هبدأ أتأثر بالتدريج حتى لو أنا قعد في وسطه ومحاس أنه مليش لازمة لأن مشكلة الشخص الكئيب ده مش المكتئب لما بيقعد في وسط ناس إيجابية بيحس أنه هو شخص غريب أو في غربة أو حاس أنه مش قاعد مرتاح مش مشكلة قاعد مش مرتاح بنسبة القاعدة مش مرتاح أنت كمان مش مرتاح لأ أقول لك أنا عن حاجة الموضوع كبير صح وأنا هدبسك على هو تاني هو تاني برضو بكرة إحنا عندنا برنامج اسم برنامج على المصطوب تمام أنا عايزين نكمل بكرة موضوع الكئابة بقى جميل وإزاي اللي المفتوض نحن نعمله عشان ما نخش في دور الكئابة ولازم أبقاعدين مستراحين بلايما أنت قلت لا أهدا مش مريحة نقعد على المصطوبة بكرة أي رائع ماشي يعني أنا عارف أنت هتروح المنصورة وترجع تاني بس فعلا الموضوع أصلي ههم المواطنية ده أكيد وإحنا مع أي حاجة تزودوا عن الناس أنا بشكر حالك في نهاية فقرتنا النهاردة وبشكرك أنك عرفتني أني في فرق بين الكئابة والاكتئاب بس هو القصة في الآخر إحنا إحنا داخلينا عايزين إيه عايزين نخش في دور كئابة وكتئاب ولا عايزين يعيش حياتنا ونعيشها بوعي في أكرة حالكتنا النهاردة بشكر دكتور عادي المرزوق استشاري التنمية الذاتية والأدراية وعلى أمل لقاء طبعا كتير إن شاء الله تعالى أنا كنت سعيد جدا النهاردة بالكمية المعلومات اللي خدتها وأتمنى إحنا نكون النهاردة تناولنا موضوع يهم خضراتكو وأتمنى تكون استفدتوا معلومة إن شاء الله معادي معاكم الأسبوع الجاي ولكن قبل ساعة من دلوقتي وبرنامج صحتك صروتك وأشوفكم بكرة ونكمل على البرنامج على المصطبع مع الدكتور عادي المرزوق شكرا شكرا